برضو هرجع لبعض الكلمات اللي حقيقة قلتها قبل كده كنت بتكلم على التصدير وقلت إنه يعني ما يكون عندنا إنتاج لابد أن نعتمد على السوق الخارجي أكتر من السوق الداخلي أنا كتبت مرة ورقة صغيرة كده اسمها معضلة الصادرات المصرية وكان بداية المقال بقول فيها حاجة ما معناها يعني إن احنا كان بالمناسبة الحكادي من حوالي 20 سنة مش مش حتى قريب بأن قبل كده بتاع 15 سنة ولا 20 سنة بنقول الصادرات أو الموت فات العشرين سنة وإحنا لا موتنا ولا الصادرات زادت فإيه القصة العجيبة دي يعني هو ليه إحنا غير قادرين على التصدير للخارج يعني هو قطعا عندنا تصدير لكن هك مش راضي عن حجمه مثلا من المؤكد آه يعني إحنا بنصدر أقل بكتير مما بنستورد وقدرتنا على التصدير فيه سلع نسبيا محدودة لكن ما بنصدرش زي تعرف أن فنلندا الوحديها ودي خمسة مليون شخص بيصدروا قد كل الدول العربية مجتمعة التصدير بقى مستو أولا أنك بتجيبي فلوس من الخارج فما أنتش محتاجة فلوس حد تاني الضغط على الجنيه بتاعك بيقل لأن أنت عندك دولارات كفاية التصدير بيعتمد على الميزة التنفسية اللي عندك وهي العمالة احنا عندنا وفرة في العمالة في مصر عايزيني شغل الناس التصدير بيساعدني على أني أعمل مصانع وأنتك كتير وأصدر للسوء اللي بره ومش محدود بالقدرة الاستيعابية للسوء المحلي التصدير بيحسن من المنتج بتاعك لأن أنت بتضطر تنفسي حد تاني مش أنتو الاتنين في شرع صغير ولكن على المستوى العالم لا على المستوى العالم فبتضطر تحسيني من الانتاجية أنا رأيي أن الصادرات ما فيش دولة تقدمت أنت عارفة في الدول الناشئة أي يعني زي مثلا طبعا الصين الصين بالمناسبة النقلة النوعية بتاعت بتاعت الاقتصاد الصيني جاءت نتيجة بشكل كبير جدا أنها صدرت وخاصة للسوء الأمريكي الصادرات والطلب على الصادرات وهو سوء واسع جدا 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 ولا بيصدروا لكل حتى في العالم بما فيها القرى المصرية بيعملوا فوانيس رمضان يعني إنما السوء الأكبر اللي استوعب الطلب على المنتجات الصادرات الصينية هو السوء الأمريكي عشان كده الخناءة الكبيرة بين أمريكا وبين الصين بس ده موضوع آخر المكسيك النمور الأسيوية البرازيل الدول دي كلها اقتصادها نمى من الصادرات بيساعدك الصادرات على تشغيل الطاقات المتاحة زائد إنها بتعملك شوية مزايا أخرى أنا عدتها قبل كده فأنا شايف أن الصادرات زيادة الصادرات بالنسبة لمصرية مسألة حياة أو موت وأرجو أنها المرادة تبقى حياة وليس أموت